بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجل الحق على لسنتنا ويلهمنا العمل به اللهم ارزخنا الصدق في القول وفي العمل اللهم انا نعوز بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انا نسألك الهدى والتقاء والسداد في الخطى اللهم امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بحضرتكم وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي الداء والدواء هذه الحلقة الثالثة في البرنامج عرفنا في الحلقتين السابقتين تعريف بالبرنامج وليه احنا سمناه الداء والدواء وعرفنا يعني ايه داء وعرفنا يعني ايه دواء وعرفنا وسيط الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسأل من يعلمه نسأل العلماء في هذا المجال وعرفنا أيضا أن ربنا عز وجل يتم الشفاء عن طريق العلماء أو عن طريق الأطباء في هذا المجال وبالتالي قلنا أن ربنا عز وجل لم ينزل ولن ينزل داء أو مرضا إلا سبحانه وتعالى أنزل له الشفاء من هذا المرض ولكن يكون عن طريق العلماء في هذا المجال ودي نقاط مهمة جدا لابد ان احنا نلتزم بها النهاردة هنتكلم ودي تعتبر اول حلقة فاعلية في البرنامج هنتكلم عن مرض السمنة او زيادة الوزن اعتقد ان احنا قتلناه بحثا وحديثا ولكن دائما ما يتجدد مع الابحاث والدراسات اشياء جديدة تدخل في هذا المجال وبالتالي الكلام التاني لازم يتعاد والكلام التاني لازم يتسمع ونحاول مع بعض ان احنا نعرف يعني ايه سمنة او يعني ايه زيادة الوزن طبعا السمنة او زيادة الوزن احنا بنقول ان هي عبارة عن زيادة في الوزن عن ما هو طبيعي بالنسبة للجسم البشري ده تعريف العادي البسيط اوي بالنسبة للسمنة وعرفنا ازاي ان احنا نقدر نعرف هل احنا في الرشاقة ام في النحافة اللي تحتها ام في بداية زيادة الوزن ام زيادة الوزن ام السمنة المفرطة هي درجات وخطوات ومراحل ولكن زي ما بقول لحضراتكم محدش بيجي فجأة كده سمنة مفرطة لا ده بيمشي بمراحل واحدة واحدة لغاية ما يوصل للأسف لأقصى درجة وهي السمنة المفرطة طبعا النحافة احنا مش في مجال حديثنا النهاردة ولكن هي النحافة بيبقى الوزن أقل مما هو طبيعي أما السمنة بنقول أن احنا بنحدد حاجة اسمها الbody mass index أو معدل كتلة الجسم الbody mass index أو معدل كتلة الجسم هو عبارة عن الوزن بالكيلو جرام مقصوما على الطول بالمتر مربع بيديني رقم دي المعادلة اللي احنا بنسميها معدل كتلة الجسم أو الbody mass index بنشوف الوزن كام بنقسمه على الطول في نفسه بالمتر يعني لو الوزن مثلا سي 100 كيلو بنقسمه على الطول لو كان 170 سنتي بقى 1.7 من 10 في 1.7 من 10 هيديني رقم هذا الرقم هيحدد معايا المرحلة اللي أنا فيها من الوزن أو من رشاقة الجسم هذا الرقم إن كان أقل من 20 دي النحافة دي مرحلة النحافة هذا الرقم إن كان من 20 إلى 25 هو ده الطبيعي أو ده الوزن الطبيعي اللي المفروض يكون الجسم عليه يبقى الرقم من 20 إلى 25 ده النورمال أو الطبيعي هبتدي من 25 إلى 30 هيبتدي هذا الإنسان أو هذا الجسم بيميل إلى السمنة طيب ابتديت بقى من 30 إلى 35 هذا الجسم أو هذا المعدل ابتدى أنه يبقى بدين أو زائد في الوزن من 30 إلى 35 هبدأ من 35 إلى 40 دي سمنة زائدة سمنة زائدة أما ما أعلى من 40 فهي دي السمنة المفرطة يعني بقت زيادة عن اللزوم يبقى هي درجات وزي ما قلنا أقصى درجة منها يعني ربنا عافينا جميعا وأخطر درجة فيها اللي هي السمنة المفرطة اللي هي الbody mass index أو معدل كتلة الجسم بيكون أكثر من 40 ما بيجيش مرة واحدة لا بيجي تدريجي بالخطوات السابقة فمهمة أوي أن أنا دايما ألاحظ أو أراعي الرقم دوت ودايما أشوفه كتير من حضرك ما يقول الرقم ده صعب وصعب أن أنا أقسم واضرب وغل طيب نشوف طريقة تانية برضو منظمة الصحة العالمية أقرت طريقة أخرى وهي أن أنا بقيس الوزن بشوف الوزن بتاعي كام وبشوف الطول بتاعي كام لو الطول بالنسبة للرجال المفروض أن هو الطول بيبقى الوزن يكون ناقص الطول ناقص 100 يعني سيء لو أنا طولي 170 يبقى الوزن بتاعي أسف 105 يبقى المفروض أن أنا أبقى 75 يعني بشيل من الطول بتاعي 105 ويبقى المفروض 100 أسف 100 يبقى المفروض لوزن بتاعي السيدات المفروض أن أنا بشيل 105 يعني لو أنا طولها السيدة 165 يبقى أشيل 105 يبقى المفروض وزنها 60 تضاربت الأقوال أن أنا أزود 5 أو أنقص 5 في الوزن ولكن ده بيكون في حدود الطبيعي ده علشان أراقب وزني ده بطريقة سهلة وبسيطة أقدر أن أنا أعملها بنقص من الطول بالنسبة للرجال 100 بنقص من الطول بالنسبة للسيدات 105 وعلى أساسه بيكون الوزن بتاعي ده المفروض يكون الوزن بتاعي لو لقيته بقى زيادة يبقى كده أنا ابتديت أدخل في السمنة لو ابتديت مظبوطي يبقى كده أنا في الرشاقة ما فيش مشاكل لو ابتدي يزيد واحدة واحدة خلوا بالكم أن احنا بنسمي دايما السمنة المرض السارق أو السراء نوبي سرقني ما أنا ما بزيتش عشرة كيلو مرة واحدة لأ أنا بزيت كيلو في اتنين في تلاتة في عشرة في عشرين في أربعين في مية يعني فيه ناس بتبقى متجوزة وأنا شفت حالات كتير كده 65 كيلو فجأة بقت 150 كيلو يعني زادت تقريبا 100 كيلو ومش مرة واحدة ولكن زي بنقول سراء يعني واحدة واحدة يبتدي تحدث السمنة وتبتدي أثارها الجانبية الكثيرة جدا وتطرق لها بسرعة برضو في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل إلا أن ألقاهم في الحلقة القادمة أسألكم الدعاء وأستودعكم الله لذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته